تحوي هذه الخيام بداخلها آلاف العوائل ممن نزحوا من أرياف حماوى إدلب وحمص وحلب نتيجة تعرض مناطقهم للقصف أو قربها من نقاط الاشتباك ويعتمر قسم كبير في تأمين دخله على العمل بوظائف في المنظمات العاملة في المنطقة ويعتبر معظم الأهالي هنا من الطبقة الفقيرة ما زاد فقرهم مؤخرا هو انسحاب عدد من المنظمات وتخليها عن الكثير من القطاعات وخاصة الخدمية ما ينعكس سلبا على جميع السكان هنا تم فصل عمال البيئة من قبل المنظمات العاملة في القاطع أطمي الشمالي حيث تبنت هذا العمل إدارة قاطع أطمي تبنت عملهم كمتطوعين لصالح خدمة النازحين الموجودين في المخيمات تداد المخيمات 34 مخيم تم تنظيمهم بحيث يقومون في عمل كافة المخيمات من نظافة الشوارع ونظافة المرافق القريبة من المخيمات وكتل التوالتات نحن الوحيدين اللي انفصلنا عمال البيئة وعمال التوالتات وعمال لم القمامة الوحيدين واللباء الأقسام متابعين عملون أمهلون لشهرين وثلاثة أما نحن فورا أول أسم بلغونا وما فصلوا بعدنا ولا أسم فصل بعض المنظمات لأعداد كبيرة في قطاع النظافة أدى إلى تراكم الأوساخ وانسداد شبكات الصرف الصحي ما يسفر عن انتشار الأوبئة والأمراض وخاصة مع قدوم فصل الصيف الأمر الذي دعى الموظفين المفصولين إلى العمل بشكل تطوعي ليس ما يتم إيجاد حل لمشكلة النظافة شو بنا نسوي ويما نعيش نحن لقزة تركنا الوظيفة فما عنا شيء ويما نروح نحن موظفي بقش بتوالتات يعني حدا برضاه الشغلي هاي وصخة يعني وضيناها وكنا نقدم لها لعيال خطاي أنا وحد الناس عندي خمس أيتام كنت متعيشي من هالوظيفة ومعيشي أطفالي وهلأ أطعوا علينا هالوظيفة هاي وأطعوا علينا هالراتب طب أنا مثلا وضعي هلأ أنا مثلا حرمي وين بدنا نروح نحن متابعين عملنا ومننا نظل نشتغل وحاطين عين نبعين رب العالمين برك الله وعسى أي منظمي من هالعالم تتبنانا وتترقف بأحوالنا الموظفون المفصولون يبلغ عددهم 120 موظفا يغطون بخدماتهم 75 ألف نسمة ويذكروا أن قسما كبيرا منهم هم من ذوي الاحتياجات الخاصة ويتخوف الأهالي هنا من انسحاب المنظمات من باقي القطاعات مما يزيد معانتهم تعتبر مشكلة النظافة من أهم المشاكل التي يعاني منها النازح السوري هنا في مخيمات شمال إدلب ما زاد هذه المشكلة تعقيدا هو انسحاب عدد من المنظمات الراعية للنظافة محمد فيصل أوريانت نيوز مخيمات أطمى الحذوذية شمال إدلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر